أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة واهتمامها بملف الاستثمار وتهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات إلى مصر وخلال استعراضه لموقف الاستثمارات الصينية الحالية والمستقبلية في المنطقة الاقتصادية ثمن مدبولي الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستثمار الفرص والإمكانيات التي تتمتع بها المنطقة في جذب الاستثمارات وفي احتضان مشروعات تدعم التشغيل وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الشركات الصينية تشغل النسبة الأكبر بين إجمالي عدد الشركات في المناطق التابعة لشركة تيدا بواقع 134 شركة صينية من إجمالي 136 شركة